ماء جنس اللتيف عايدة. شكونا عايدة. عايدة جميع رايها. ربي يجي ونشطه. سمحني. ما يجي قعد نشط مدام مختار. انا نسأل عالجنس اللتيف. انا حر. والله. اخي المنشط مش حر يا زي. والله يدخل مع انت المخرتانية. كيما الدولة تونسية. انت كل خارته عليك. مراد ما يحبش يجيوك. هذي تسأل في بقعتي. لاحظة لاحظة. هذي تسأل في بقعتي. مرادة. ايش نو الحل. ايش ني الحل ما نعرشي. كونه لكش. نستقيل. استقيل. ليه ليه ما تستقيل. الرد على الرد. الرد عبعم حبيب. الرد عبعم حبيب. دوك الاستقالة خير. يلاي. ناسر. بالحق. بالنسبة لي انا الجنس اللتيف عجبتهم. بالحق. كيف بردك الناصر. لا والله اللي اعطيته هكي وقار ومعناها هرد بلك مع كسوة وسيجار وكل وبرشة فازيتها. اما هردها بالكسكاتيت. تخل من عرش منقذ الناس. كل مرة بلون. سبيع منقذ. سبيع منقذ. بالحق الناس. بلكش يطلع يزرع في الشعر زي. اه بالحق. ما شيلة اثنية ذيك. ما شيلة. هي عالش بيش. انا ما قلقني يشروك. حاجة نعملها نعملها سيمور. في البروغرام. في البروغرام. برهين عطاني الادريسة. بح شو زيان. مع انت نرمال مع نرمال تزرق في وجوك. نازر. اي كريد زم نزرق نزرق شو. لا ما يخلقوش. اي ما عنديش مش. حاطة يوم فخفمو الناس الوامن. نعم فخفمي ما يقلق لي. ولد وليدك مش تولي بنشك يا مع سمح لي كناب خفمو. يلا. سندريلا. نرجع توسويت للا بوكس نيوز ونحكيو في الامور الجدية. يلا. هي امور جدية ومؤسفة ومحزنة خاصة نحكي لكم على اروى الترودي اللي وجعتني ووجعت توينسة الكل. وتوينسة كل يحكيو عليها البارح. يحدث في تونسي. اروى الترودي. شابة تونسية. طبيبة نفسية. كانت مع صحابها في البحرة فكرة اللي نسيت حاجة في خدمتها في كلينيك في اللاك. مشيت بشي تجيبها. تدخل فيها. في كرهبتها بلوتو تدخل فيها من التالي كرهبة تقلبها داخل. السيد اللي يضرب لها الكرهبة في عوض يصعفها بالعكس. هز روحوا ومشي. وفي عوض الناس اللي موجودة غادي اللي هما الشبابة ذوما الشبين اللي حيوانات نحب نقول عليهم. في عوض يصعفوها ويطلبو لها الامبولانس ولا الحماية المدنية. يسرقو لها ساكها فلوسها تليفونها. واذا حسب الكلام اللي قالوا زكريا ترودي والدعمها البارح مع زينب المالكي. اعوين منطقة الامن الوطني بالب بحيرة تمكنوا من القاء القبض على المتسبب في الحادة وتمكنوا زيدا من القاء القبض على الزوز شباب اللي قاموا بسرقة الضحية. برشة تعليق نبدأ مثلا تعليق برهين بسايس اللي تفعل صديقنا برهين اللي قال يعني تصدمها كرهبة وتهرب تبقى هي تنزف وفي عوض مواطنين عظمي في مجتمع عظيم. ذا رسالة خالدة يهزوها ويصعفوها خلوا على جنب وتلهي ويصرقوا في ساكها وتليفونها وفلوسها ومشيوا. ميتت الشابة بعد نزيف حاد وحتى حاد العرف هويتها خطر ما لقاوا لوثيقة لتليفون الله يرحمك أروى الترودي فما اللي يكتب معادش رحمة ومعادش رجال معنتها إنسانة تعمل حادث والناس تسرق كيفاش هيدهم عندهم مقلوب ونوفى بتعليق كلهم تقريبا التعليق كانت من نوعية هيده ولكن فما السؤال قاعد يتطرح عليش بهتين يخي هيده اول مرة ساعتنا لقاوا مواطن يبدأ مية مش ينزف ويصرقوه يسلبلو في ساكه. والله مية رو عقلي يقبلها أكثر من عبدي ينزف معناه ما اللي رزمه وليلا نختاره بين الخايب والأخيب مية تعدى سارق حتى الموت ما تردعوش. أما عبدي يسارع في الموت عبد بنحيه وموت وانتي تختار أنك تسرق ميتين الف تلاتمائة الف ومليون على أنك تمنى عبد شكونهم الناس اللي عايشين معنا هذو ما هذو مشكونهم. تباهي سهل حيوانات سهل حتى تسبهم سهل. أما شكونهم شكون. شاي تركيب النفسية فين تربيو فين قراو شكون علمهم تربيو شكون علمهم دين شكون علمهم حرام وحلل وعيب وما وشعيب ويجي وما يجيش. هل من جواب ثونية؟ أنا نعتبر المجرم الأساسي هو اللي يضرب الكربة وهرب. لأنه إذا كانت جيت لو جعليت وتلقاها رب عائلة إنسان عادي ما عندوش مشاكل يدور معانا في المجتمع ويتعامل مع الناس بلطف ربما متربي إنسان عادي. اللي يسرقوا. اللي يسرقوا. اللي يسرقوا. اللي يسرق مجرم. اللي يسرق مجرم. يا كيف يتعريف هذا بيش تحمل معانهم مجرم وكهور؟ لا لا نحكي لك المجرم الأساسي هو اللي يضرب وهرب. على خاطر كونك تكون إنسان طبيعي عادي تسبب بيش تقلب كربة. معناها أنت تصور قوة الضربة تصور قوة الضربة وما تعبدش وما يكلكش قلبك وما تشوفش شنو اللي يصار وما تحاولش. يا أخي هو شنو اللي بش يصير. تي كان خليت وجليت كان خليت وجليت. وتوفيت هي على بلستها. حق الدم حق الدم شهر حبس. معناها حيات مشيت شابة صرفوا عليها والديها قراوها ردوها طبيبة حلموا يشوفوها عروسة. قصفت لها في عمرها أنت بيش تخسر شهر من عمر في أقصى الحالات. أي في أقصى الحالات. هذا هو الإيقاف. ثلاثة جميعا. قطط في أقصى الحالات. لا هذا هو ضرف تجديد. سكران حرق ستوب. لا 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 مشكلة كيف. مشكلة حرق ستوب. مشكلة حرق ستوب كما في حالة سكر. حالة سكر هذك حال. لكن حدث مرور قاتل هو جمعة شهر في السجن. هي خسرت عمرها. هو المجرم الأساسي. مع الأسف مع الأسف زادة. عندنا مجرمة. مجرمة اللي مهموش. معناها قطوز ضربته كربا. ولا بشر يطلع في الروح. هو بالنسبة لي. يزمو مثلا حق الدراج متاعه. حق المخدرات متاعه. لقا ستوش. فيها فيه فلوس. وقتا هو دي جاء ربما. يخمم في الدوزة متاعه. اللي بش يمشي يشريها. والله ما نعرش. أنا معاتش نجم نصدق هراوي. كيما ما نجمش نصدق زيدك الراجل. يعفز مرته. الراجل يقتل مرته. كل الجرائم زيد أخوه. وليد يقتل بوه راوي. سمعنا العجيب السابعة. يا رفيق. وليد متهم على الأقل إلى حد اللحظة. يبدو أنه تهم ماشي وتتأكد أنه. وقتل بوه. وسبب هو الفلوس. ولبوه بش ما يخوش. مرأة أخرى. مخي معاتش نجم يستوعب. ما نجمش نفهم. ما نجمش نفهم. شو معناها عبد يعمل هك عبد. ما نفهم الناس ما عندهمش إنسانية راورة فيه. ما عندوش إنسانية. ما عندوش إنسانية. وين تربى في الزهود. وين تربى في بلفدير. وين تربى بش يخلط معنوش إنسانية. يخلي عبد يطلع في الروح. عبد يطلع في الراح. قطوسة يا ناس هبش نعطيك الكلمة. يطلع في الروح. لكنا نشده فرانه ونخذر فيقول. سيكنا. ومن خلال نسعر وقول الله يرحمها. ما نعرش تصح العبارة ليه. حتى مش أنت يضربتها. يضربها غيرك. وتشوفها تفرفت في الكيس. هي في عبد. طفلة. الله يرحمه. هذو ما الناس تلموا عندهم النقمة. تلموا اللي شخصها ذاك يعتبروا فرصة. غنيمة. أنا نقولك فهم بعض منه في الاكسيدونات. ربي يحفظ الناس كل يسمعوا فينا. اللي يسرقوا لها ذهبها من صبحها. وخواتمها وشركة متاحها. يبدأ ميتة ميتة رفيق مسبولة في القاعة. ويسرقوا لها ذهبها. ويسرقوا لها شركتها. يسرقوا لها تليفونات. رأوا فهمة نس لا انسانية. ما تحكيش لو نحن نحن نحكيو على الانسانية. ونحكيو على بالله العظيم اخر نس. اهتماماتهم هي الانسانية. صديقنا مستمع وفي سلم وعليه ماهر عباسي. يقول يا رفيق صدقني المشاكل والمشكل الرئيسي هو ما نحربش. ونجم يكون صحيح منها. نجم يكون. ونجم يكون. لكن في هذا في روماني يزم الدولة تلقا له حل. لانه مورتين في ناس مورتين في مهربين مورتين في مناظر مورتين فيها عبا تخدم في السبيتارات مورتين في عبا تخدم في الفرماسي سنترال مورتين في. يعني لوبيت كبيرة مش هدويت وليت على قارعة التاريخ وعبا يسبيح وليت. مورتين في زادة اطباء يتحربش. اللي يمشي معناها يمشي. ياخذ لوردونانس. هنا في وقت من الاوقات كان الكابينة متاعي فرد فرد بليه هو وبسيكياتر. يعني هتشوفوا يدخل بعد الدرج يخرج. جنيه البسي عادة عليه في درج. هو السيركويت واضح يدخل يعدي فيزيته ياخذ لوردونانس يابكي الفرماسي ياخذ لحرابش. تقع في رأس الناج من غادي كيبيع فيهم بالكعبة. يالا اخبار مع صديقاتنا السيا المهنالي ايفام اكسبريس. مرحبا اجتماع منتظر اليوم للاجنة العلمية المكافحة فيروس كورونا لتداول في مستجدات الوضع الوبائي وتقييم الحجر الصحي الشامل. مصير المالية يقول انه اللي صار في زيارة الوفد التونسي للواشنطن هو بداية نقاشات ومازال ما تمش الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض. وطونة ملتزة وتونس عفوا ملتزمة بحت شيء حتى التوى. اعوان الاقباضات المالية يواصلوا اليوم اضرابهم المفتوح اللي بدا من 26 افريل ويهددوا بطا سعيد في صورة مستجابتش سلطة الاشراف المطالبهم قبل نهار الجمعة. الناطق الاسمي في اسم القطب القضاء المكفحة الارهابي يقول انه الشخص اللي تم يقافه البارح بعد احباط عملية حرقة في سوسا مش مطلوب للقضاء في اي تهمة ارهابية وشملته الابحاث في قضية متحف بارد ولكن تم التأ تبرئته. 62 مقاتلة اسرائيلية تقصف 65 هدف في غزة وطيرات الاحتلال تسادف ديار ومواقع حكومية اليوم والفصائل الفلسطينية ترد باطلاق 90 صاروخ. موعات نايت جادت في اخبار التسعة ما زلتم كاملين مع الرافماك. نزلنا مواصلي معكم في الرافماك عوين الاقباضات بربي قالت يهددونا بالتسعيد في حالة انهارة الجمعة. مواصلي معكم في الرافماك عوين الاقباضات؟ ماذا نجمو يا عملا معنا؟ ماذا نجمو يا عملا معنا؟ يواصل وذلك عارفينه اما بالتسعيد هذه كمواصلة وهنا يهددونا بالتسعيد. يحشمو شوية بربي يرأوا الاحرام يرأوا الاساء الاحرام كل القطاعات التوبة كيقربوا على التلقيح القوضات كيقربوا شهروا در قديش ولا شهرين وقضايا العبيد ملوحة قباضات اليوم شونتاج كيف كيف يحبوا تعملوا بيش تبركوا الدولة والله العظيم لما تبكيوا الناس الكلة على الدولة اللي بيش تبركوها ولا بش ينفعكم الليش كون قال لتجرب لأحد تحت ولا بش تخلتو على شهريكم مران انا انا توجه نحو نحو المجهول نحو المجهول ولا ثم قطاع حبي حبي يغفروا نسمع في زيادات نسمع في زيادات مراد في حاجات ببليك تابعة الدولة ومنحبش نسمي القطاعات قطاع القطاع في اربع سنين يزيدوا قرابة المانيون ونصف معناها تقريبا وزملاين وزيادة بخمسمائة وبعد يعمل قريب يزيد ستمائة وبعد وبقي العبيد مش عاشبة يلا عنا فاصل سيد المخرش نعود بعض الفاصل بربي قالت يهددونا بالتسعيد في حالة انهارة الجمعة لا تجيب شو مثلا بشيح قرقباضات شما زيت شو نجمو يا عملا مانيه أبار انك متخدمش بالتهديد شنوي نجمو يا عملا مانيه يواصل وذيك عارفينو اما بالتسعيد هذيك مواصلة وهنا يهددونا بالتسعيد يحشمو شوية بربي رأيو الاحرام رأيو الاساية الاحرام كل القطاعات التوبة كيقربوا على التلقيح القوضات كيقربوا شهروا برقديش ولا شهرين وقضايا العبيد ملوحة اقباضات اليوم شونتاج كيف كيف هش حبو تعملوا بش تبركوا الدولة والله العظيم لما تبكيوا والنصف كلها للدولة اللي بش تبركوها ولا بش ينفعكم ولا شكون قلق قرب لاحة تحت ولا بش تقلتو على شهريك مرانا انا نتوجه نحو نحو المجهول نحو المجهول ولا ثم قطاع حبي حبي اغفروا نسمع في زيادات نسمع في زيادات مراد في معناها في حاجات بيبليك تابعة الدولة معناها راو منحبش نسمع القطاعات قطاع القطاع في اربع سنين يزيدوا قرابة المانيون ونصف معناها تقريبا والزملاين راو زيادة بخمسمائة وبعد يعمل القراب يزيد سبتمائة وبعد وبيقي العبيد مش عاشبة يلا عنا فاصل سيد المخرش نعود بعد الفاصل يلا ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مواصلين مع السندريلا في البوكس نيوز نحكيه على رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس الجمهورية اللي شوفنيها في فرنسا بش يحضر قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية بباريز وشوفنا زيادة شوفنا ايمانويل مكران والزوج له كيفش استقبلوه وشوفنا زيادة العالم على فلسطين على الكوستوم امتاعه برشانيس اتفعلوا فما اللي قالوا اخدموا شعب معاك على العهد باقون سيد الرئيس فما اللي قال على قل خير من غيره على قل وصل مساج انه هو مع فلسطين في دول الغرب فما اللي كتب برافو سيد الرئيس ولكن يجب تجريم التطبيع ما يلزمش كلام واكعه وفما اللي استغل الفرصة وكان عنده مطالب اللي قال سيد الرئيس يجب إلغاء اعتماد اللغة الفرنسية وتغييرها بالانجليزية للالتحاق بسوق الشغل العالمي والتقدم ببلادنا نحو الامام راهي اللغة الفرنسية معادش اتوكل الخبز ومشكور الرئيس على المهمة في الظرف كي من هذا انو يحط العلم الفلسطيني على الكسوة انتعوا رسالة مش مش بدل العالم اه ماناش بشنا نعاون بيها سيسامبوليك مهم جدا 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 موقف فرنسا والسلطات الفرنسية فيه بين الوقاح الشائر كثير مرة هذي مراد صارت في فرنسا سيبقى خطيرة جدا ويجو بزميموا خطيرة جدا ما صارت فيه حتى حكومة فرنساوية وفي حتى ضرف من القضية الفلسطينية انو تم منع مظاهرة لمساندة الفلسطينية مظاهرة بطبيعة الحال سلمية بطبيعة الحال سلمية وهذا يدل على الانبتاح التام لأغلبية الحكومات الفرنساوية اللوبي السوريوني الكبير والقوي جدا وماكرون الحق خيب الأمال العديد لانو في وقت من الوقات ماكرون هكا حاول يعمل شوية تقارب مع العالم العربية قدم اعتذارات الجزيرة عمل هكا حاجات أو حات أو خليت البعض ينتظر ولكن اليوم في صراع واضح معنى اسرائيل تحب ترد القدس القدس يهودية 100% اسرائيل تختارق القانون دولي اسرائيل قاعدة تقنبل في المدنيين 200 واش نضحية في ظرف أسبوعين هذه اسمها جرائم حرب انو فرنسا تكون في نوع من التوازن وتلوج ولكن مش انك تمنع الناس من انو يظهروا هذه سابقة خطيرة جدا وسائل العلامة اعطيت معاها بتاريقة عادية موراد ما فاماشا لا 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 ما فاماشا كل هب فاما مظاهرة اخرى ما فاماشا كل هب اللي في العادة الراوة في بلاتويت العلام كل مرة في فرنسا هكا حاجات نجمة مس من الحرية كانت تقليلا وسيلة ولا اثنين تعداد تعداد وما يجيش وكذا ولكن مرت فاما ريت سياسة المكيالين ريت قداش نولينا أم ذليلة سياسة المكيالين قوة اللوبي السهيوني قوة اللوبي السهيوني اللي هو متغلغل في الاعلام الفرنسي وغيره ما سمحني انت ويقول اللوبي السهيوني يبدأ مهيمن على الاهلام ومهيمن على البنوك وسكيفينانسية ومهيمن على السياسة شنولي خليت انت ولي يوجع اللوبي المالي متاعنا العربي الخليجي متاع النفط وغيره وثقل وكبره باريز رايوالات متاع العرب معنا كنت تشوف وموراد انت تعرف كثير مني وغيره ولا حياته اللي من تنادي نحن نقول 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 ورافيق، ممكن انتو نرجو عليه في المقبلة المفارقة اليوم انو الرأي العام الامريكي قادي تغير وخصوصا نتعمق فيها الحزب الديموقراطي الحزب جو بايدن فما التغيرات فما اللي كان مشي ترشح للرئاسة من طرف حزب الديموقراطي بيرني ساندرس قاعد اليوم في حملة ضد اسرائيل غير مسبق في خمسين سنة المظاهرات اللي سايرة في امريكيا بايدن مستندة لا فما تشوف بايدن أسعب شوية فما لزولتها ارتوكس فما لزولتها ارتوكس حتى معناها يهود فما يهود هما ضد اسرائيل ياسبه الدينية أخرى ضد وجود الكيان السهيوني أصلا معناها برشة مظاهرات يأثروا زي دارة فيهم تأثير يقول كذا الناس هذوم الدينين معناها التدين العميق لليهوزين أنا اللي يهمي موقف بايدن موش اللي كيمشي ترشح بقعة بايدن على حزب الدين موقف بايدن تغير شو 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 هذه التغييرات قد نرجو عليها بتعمق لكن تغيير طفيفة فما أربع نواب عملوا تدخلات في مجلس الشيوخ في امريكا حاجة عمرها ما صارت تدير أربع نسية هما بواحدة أصلا فلسطينية فما التغييرات طفيفة قاعد يصير في امريكا في نحو أكثر عدالة في التعامل في قضية هذه في حين في فرنسا قاعدين نوخروا بكل وضوح بحيه برفي يا راح سمحني كلمة صغيرة هذي كله تكتيك اللي يتوقف في الحكم هو شنو الموقف بتاعه توقف النهار اخر بايدن كيت ناحى شو توقف 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 والله الفلسطينيين سهل باش تنظر حتى بوش حتى بوش الكبير يسير مية شوية في علاقة بالحروبات اللي خادها وقال ممكن اي غلطنا ممكن ليك أعطيني وانتي في الدماء أعطيني وانتي تحكم ماذا خنوعك لللوبي الصهيوني اللي مسيطر على العالم أجمع الأخبار الموالي سندر الليال مش نحكي على ريم زوبير تتفكروا وحكينا عليها برشة ريم زوبير اللي عملت حادث بالتران في رادس شفت لها تدوينة كانت كتبتها قالت فيها أنا ريم زوبير اللي عملت حادث قطار في رادس نتصور الناس الكل تعرفني وماشي في بيلهم اللي أنا وقفت على ساقية ورجعت نمشي أما هيدا للأسف ما صارش في جورة العباد اللي وعدد وتحب تشهر بروحها لغير نحب توينسا الكل يقفوا معايا بش اللي محاق بروتيز ونيقف على ساقية ويجعلوا في ميزين حسناتكم وبربي منحب حتى حد يخرج في التلفزة ولا في الإذاعة ويقول بش نتبنى الطفل ريم يزيوم الكذب ومنحب حدي لما فلوس على ظهري كيما سارق بلل يحب يعاون يتصل بالأرقام هذي اللي هما 50-444-521 وإلا 21-570-920 أنا حبيت جس نواصل صوت ريم زبير رفيق واتصلت بيها أنا البارح مشكور بوغلية هو اللي اعطاني نمرها لكن حسيت من كلامها وهي تحكي ليه ما عندهش تيقى في الإعلام واللي هي ما تحبش تتكلم يمكن صارت لها خيبة أملة كلها كل الضجة اللي صارت والناس الكل اللي يحكيو على ريم زبير و بيش نعاونوها و بيش نعملوها حتى في الإعلام شوفناها شوفناها في برامج و مع مشاهير لكن أبغا مانطف لصارت لها ديسبسيون توتال أحنا كونا من البرامج اللي حكيت عليها و منبعد دينا واحد من الناس نذكر كلمي قلتا و بدين صارت هبة في التلافذ و غيره و كذيه هانا نتبعو شو بش تحتاج منبعد سفرين سينيها و اللوم على روحينا كيما اللوم على الناس الاخرين و إذا بي نسكل اللي حكيت على ريم و اللي واحد بش تعمل ريم تعداتي ذولي مع نوفل و اللي حكي عليها نوفل شكوني خرب من سلاتيه نشوفتها مع ياسيم بن جامرة ياسيم بن جامرة بش يطل عليها و بعدي بو ما حكيش بش يعاونها ياسيين و لكذيه نعم ما فما دي تعاطفوا بش يطلوا عليها ذاكت تعاطفوا بش يطلوا عليها و لكن اتذكر زيدا نوفل و من عرش كوني خرب قالوا بش نعمل و احنا ننازل انا نوش نتناس المسؤولية قلنا بش نلموا لها فلوس و غيره و كذيه و كان انا غالط تقول راوي الحاج اللي قالوا كلام غالط و انو منجي بن براهيم الدوسية عنده الدوسية تبعث ثلوين يلزم عنده اسم بيب و عنده و ريم و بولدها و بينهم كل شي فما حاجات قاعدين يعملوا فيهم معنتها بشي الحاجة اللي بشي لك شو شوك تشترك بل كان انا غالط تقول يا ريم غالط عاوضوا طلبونا منجي بن براهيم ربي كانت قاد تسمع فينا نعرفك قاد تسمع فينا الداخل اطلبو انتي اطلبو انتي اطلبو انتي مبعض و فهمنا شو الاحكاية كاني حبي الداخل ما رح به مش نعرفوين وصلت بالذبط الحكاية و نحاولو نحاولو ان شاء الله ما نسايبوها الا ما تركب لبروتيز لطفي عبد النادر حييوسي لطفي رجل الاعمال و عد وقته بخمستاشن مليون و قال حتى نزيدك انا انا تكلمت معاه وكلامت انا ابو لوليد لكن زادة كلامني انتروتل ما تكلمني منجي بن براهيم و قال يروا فهم امكانية انه بش يفهم شكون في البرا في سويسرا بش يخضعوا شارج لبنية قلتوا يا منجي انا بالنسبة للفلوس المتاع لطفي عبد النادر و هم هذوك مدقيقة لولا اتفقنا انه بش يكونوا للبروتيز و قلنا بالحرف الواحد نعطيوها كان للشركة تاع بروتيز بش تبدأ الامور احنا وقتا هذا هو الشي قلنا قلنا ما نحبوش ننجموا ناخدوا الفلوس تاو من عند سي لطفي و نمدوه نخافوا يا اخوية تصير لهم مشكلة عالة في ما في حال هيش اه اسرف مننا خلص مننا في انتظار يصيروا لقياسات وكالي اه وكذي نلقاوا الفلوس يمشيه احنا نحبو الطفلة تعمل بروتيز هكا اولويات ان شاء الله يا ربي ما نسيبوها الى ما تعمل بروتيز نداء النوفل نداء لطفي العبدالي عبدالي نداء الكل الامين غارة في جو دي تو نداء الناس الكل بربي معناه قدش مئتين تلاثمائة مليون كان كل وسيلة اعلام تلاثين ارابعين مليون بلا بلو دو اتا تعملها البروتيز انتاها ان شاء الله في شهر وي بربي اللي يوعد يوفي بوعده على خطر مش شريم زبيركها وبرشة حالات رفيقي يتعديوا في الاعلام يصير تعاطف كبير واللي يقول باش نعطي مليون خمسة ستة باش نعطيك شهرية حياتك الكل ومن بعد هذي الكل ما يصيرش خايب برشة راه وتعطي العبد في قد الامل الامل وبعد تشبت به خليه على قل في الواقع متاع وكان تنجم عاون ما تنجمش وتحس روحك ماكش كاباب لي وماكش قد المسئولية هذي اخويا ما تكلمش وما تعطيش هكيت خليهم خايبة راه خايبة فمشكون وعد بدار هنا وارب العبيس فخير وتصورت لمرأة وجيت وجعفر يشكر فمشكون عطاه دار مع جعفر كيف كيف وفي صفة عامة الناس اللي يعطيوه بالحق ما يتصوروش لاخبر الاخير لاخبر الاخير درة ولا الدراسة مشيو للدراسة بولاد يحب درة درة زروق دراسة شنو فيها الدراسة توت حذر في البرنامج شنو فيها ما عندها داخل البرنامج هيك اتفحج بساخك شنية الدراسة خلي اه ليه متاع بتاع شنية اللي طلقت رجلها ولا شنو على خطر تليفون درة زروق درة زروقة في المالديف بابا غامات درة ما عملتش الفايش دوناس متاع هذيك عليش مشي تسافرت وعملت تحويسة في المالديف شوفنا تصوره على مواقع تواصل اجتماعي وما نحكي لكمش على كمية المحبة اللي عنده توينسل كلهم قالوا له صحة يا درة يا درة كيك حاسينو شيخة في البحر مش كيفنا نحنا محصورين في تونس ويحلين في الكورونا اما كينا نحنا مشي نرى ودرة كيتمشي احنا كيف انضيغي احنا في المالديف درة كيما تشوفوا ويني تصوره انا نتفجر تصور او كعمل اخري مكرون مورد محليها اي محليها محليها مرأة كلاس تولسية فنينة نحبوها بارشة صح عليها المالديف وربي هنيها اكثر 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 تعملش سعادة متعملش مثلا كيفيش متعمل السعاد تسأل يعني بي الفلوس كيما واحد ما عنده حتى فرنك كيما واحد عنده حتى كيبش للديوة تبدأ قلق كنتي ما عندك حتى فرنك كيبش واحد على بس علي يمشي الاسباء يرطح مخو مساجيات موش لي اعطيني اه اه والله مالديف ناسر كنتعود مالديف انت وين مشيت في مالديف ممشيت في مالديف ايسيا 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 الكل 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 عندك تايلاند البيتنام ايسيا الكلام ايسيا الكلام ايسيا الكلام بورا 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 انت وين مشيت في اله مشيت هون يا راس النهج وين عندي مشيش ايسيا الكلام ايسيا الكلام ايسيا الكلام له Anything عام او انا نعود مونجيب امراهيم اغانية عادة القوية